ورياضيا انطلقت انتخابات نادي الزمالك وسط منافسة قوية حيث استقبل النادي اجتماع الجمعية العامة العادية لاختيار مجلس جديد لإدارة النادي لمدة أربع سنوات مقبلة يخوض الانتخابات سبعون مرشحا يتنافسون على مقاعد الرئيس ونائب الرئيس ومنصب أمين الصندوق إلى جانب منصب عضوية مجلس الإدارة فوق السن وتحت السن كما تقام الانتخابات تحت مظلة الإشراف القضائي الكامل مع اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين الناخبين والتأكد من حسن سير العملية الانتخابية اللي بتمنى من مجلس الإدارة الجديد الاستقرار للنادي احنا عشنا الفترة اللي فاتت فترة مستقرة نتمنى ان يدوم الاستقرار ونمشى على النادي اللي احنا عايزينه ان احنا طبعا تطوير الانشاءات وتطوير الرياضي البطولات دعم الفرق بالعيبة بتمنى من مجلس الإدارة الجديد الاستقرار في النادي النظافة الرياضات المختلفة عايزينها تبقى فعالة اكتر في كل الرياضات مش ما تبقاش مختصرة على كرة القدم بس عايزين كل الرياضات تبقى فعالة اكتر اتمنى من مجلس الإدارة الجاي ان هو يحط نادي الزمالك نمرة واحد ومصلحته نمرة واحد بعيد عن اي اسماء النادي يبقى هو نمرة واحد لان الاسماء هي اللي زيلة والنادي هو اللي بقى ايه اشتركوا في القناة